وتعالوا نشوف السؤال الأول بيقوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صديق لي بنى شأتين في بيت العيلة المكون من أربع طوابق والبيت يملكه أبوه وخرج من هذا البيت لعدم الراحة النفسية وأجر شأة بمكان آخر وظروف وصعبة هل يحق له أن يطالب بحق الشأتين علشان يستقر هو وأولاده ويشتري شأة بدل شأة الإيجار أفي دون إيه الصح ليتعمل دون خسارة لأهل وبدون أي مشاكل معهم تحيتي السؤال ده مهم جدا 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 لأنه بيتكرر وبيتكرر في أحوال كتيرة جدا 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 بس معكونوا بيتكرر وكونوا إن إحنا محتاجين نجاوب عليه إحنا محتاجين فيه جزء من الاستيفاء يعني إيه الاستيفاء عندنا عندنا ده استراح موجود في المصالح لكن كمان موجود عندنا في الفتوى يعني إيه الاستيفاء الاستيفاء إيه الحاجة اللي إحنا محتاجين نستوفيها هو والده لما هو كان هو البيت دو بيت العيلة يعني بيت الأب هو لما به بنى الشائتين كان هو بنى الشائتين على اي اساس يعني ابوه كان قال له ايه قال له ابني انا ابحت لك ان انت تجي انا وهابتك ان انت تبني الشائتين دول فيبقى بنالي الشائتين دول اضافة في البيت دول ويبقى بنالي الشائتين دول ملكه ملكه بس الارض اللي مبنية عليها الشائتين دول ملك للاب يبقى هما البنى ده البنى نفسه ملكه إذا كان أبوه وهبوا أنه يبني الشائتين دولة ويبقوا دولة ملكه مش وهبوا أنه هو يسكن بس وأنه هو بس بيبني الكلام دوت للعيلة فإذا كان هو لا ده بنا الشائتين بإذن من أبوه وهو قاله أننا تبني الشائتين دولة ويبقوا ملكك يبقى خلاص هو أزن له في هواء وفي مكان هذا البناء لأن البناء زي الناس اللي عارفين اللي هم بيشتغلوا في العقارات أو بيشتروا عقارات عارفين ما بين الأرض وما بين البناء فممكن هو يدي له نصيب في الأرض وممكن يخليه بس يبني هنا بس خلاصة إذا كان أبوه وهبوا أنه هو يبني ده وقال له الشائتين دولة يبقوا ملكك يبقى الشائتين دولة ملكه متفقين على ده لازم نكون متفقين على ده فإذا كان ده هو ده بقى الجزء اللي أنا بقول اللي إحنا محتاجين استيفا فيه أن والده قال له إيه هو بنى على أي أساس طيب يبقى خلاص إذا بنى الشائتين دولة والده قال له الشائتين دولة دولة ليك يبقى الشائتين دولة بتوعه يبقى إيه اللي يحصل هو لما خرج وترك البيت وأجر وأجر له حق أنه يبيع الشائتين دولة نعم له حق أنه يبيع الشائتين دولة لأن الشائتين دولة ملكه بيسألني أعمل إيه بقى وخلاص عرفنا الحكم أنه من حقه أنه يبيع الشائتين دولة عشان ياخد حقهم ويشتري شقة تمليك بدل الشقة الإيجار اللي هو بيدفع فيها فلوس كتيرة وهل كان الحالة اللي زي دي هو بيسألني أعمد إيه وكأنه بيقدر مني النصيحة يعني دي الفتوى شوف أنا دي الفتوى طب والنصيحة النصيحة أنه هو يقعد يتكلم مع أبوه يقعد يتكلم مع أبوه ويرضيه لأنه هو في أغلب الأحيين في الغالب لو دابت عيلة في الغالب مش هيرضى أهل العيلة أنه هو يبيع الشقتين دولة لأنه هو يدخل حد غريب في البيت دا لأنه واضح أن الكلام دا ممكن احتمال كبير يكون الكلام دا في مكان من الريف أو شيء من هذا قبيل فما بيحبوش أن حد يدخل البيت عندهم ففي الغالب من اللي يشتري؟ اللي يشتري حد من الأسرة دي طب عشان ده يحصل إيه اللي حاصل؟ لازم البوابة اللي من خلالها يتم بيع الشقتين دولة هو الأسرة فلازم يروح لوالده ويراضيه ليه طيب؟ بس هو المسألة أنه هو كمان آه أجر شقة من الشقتين أنا طبعا مش عارف أجرها لحد من الأقارب ولحد من بر وده بيخلينا أقول أنه ممكن ما يكونش عندهم مشكلة أن الشقتين دولة يتباعوا لحد غريب يبقى أنت لو بيعت الشقتين دولة ما فيش مشكلة لو بيعت الشقتين دولة لحد قريب أو حد غريب ده جائز بس أنا بنصحك أن أنت تتكلم مع والدك إن كان هو اللي بنى العمارة دي أو تتكلم مع إخواتك إذا كان ده عبارة عن ورث بينكم وبين بعض أن أنت تبدأ أولا بتطييب خطرهم قبل ما تعمل الكلام دوت وقبل ما تبيع الشقتين دول عشان الأمر يمر بسلامه ما يكونش فيه أي مضايقات